عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد ينضم لنا الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية دكتور واثق أهلا بك معنا في السجل الآن القوات العراقية إذن تتقدم في الجانب الغربي للموصل يعني يوما عن يوم نسمع بتحرير مناطق جديدة آخر الأحياء أصبحت في قبضة القوات العراقية ماذا تبقى من معركة الموصل إذن؟ شكرا مساء الخير عليه وعلى المشاهدين الكرام يعني معركة الضفة اليوم ومدينة الموصل لن تبقى إلا مناطق أحياء من منطقة الشفاء تحديدا هي آخر مدينة أو آخر حي موجود في الموصل بعد أن تم تحيير حي الزنجيلي وهذا الحي الاستراتيجي المهم اللي كان يتمسك بي داعش بكثرة الآن ما تبقى وفق المعلومات الاستخباراتية فقط مقاتلين أجانب يقاتلون في منطقة الشفاء للضم ثلاثة مناطق حيوية الأولى منارة الحدبة اثنين جامع النوري اللي ألقى المجرم البغدادي خطابه من عنده وهناك المستشفى العام وهذا المستشفى وفق المعلومات الاستخباراتية محصن بملغم بالكامل ومحصن بفوق أسترتي بأكثر من 50 إلى 60 من القناصين لذلك القوات العراقية تحاول أن تتعامل مع ما موجودين من تنظيم داعش في هذا الأمر رغم موجود مدنيين يستخدمون التنظيم كدروع بشرية طيب قلت بأن المعلومات الاستخباراتية تقول بأن المقاتلين الذين يقاتلون الآن في صفوف داعش ومعبارة عن مقاتلين أجانب فقط كل القادة كل ربما المقاتلين العرب حتى خرجوا من هناك وإلى أين تجهوا من المعلومات؟ نعم 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 يعني أولا من قتل قتل وفي السابق هناك قسم منها إلى هربوا عبر الأنفاق وتوجهوا إلى مناطق أخرى كتلعفر أو الحدود الآن بغلق الحدود وتطويق من دينة تلعفر تنظيم داعش الرهابي مطوق من كل الاتجاهات في منطقة الشفاء لا لا يوجد خيارات أخرى سواء أن يقتل أو يسلمون نفسهم كأسرة لذلك المعلومات المؤكدة التي تمتلكها القوات العراقية أن المقاتلين المتبقين هم جميعهم من المقاتلين الأجانب وليس العراقيين طيب دكتور يعني قلت بأن المنطقة المتبقية في معركة الموصل هي متمثلة في حي الشفاء وبعض المناطق القريبة من الجامع النوري فقط طبيعة جغرافية لتلك المنطقة تحدثنا مرارا بأنها صعبة زقة ديقة وتتطلب ربما شكل آخر من القتال وهي عبارة عن حرب الشوارع الآن المعركة ما الذي تتطلبه حالياً لتحرير هذه النقاط أيضاً تكتيك المعارك تغير في معارك حي 17 تموز و30 تموز والزنجيلي والشفاء مثل ما تفضلت حضرت الشوارع ضيقة لا تسمح بمور العجلات المسرفة والمدولبة وبالتالي يحتاجون إلى ضربات جوية مركزة يحتاجون إلى مهارة من القناصين وإلى عملية توغل من قبل المشاة الراجل لذلك هذا الأمر تم استخدامه مع فتح منافذ لإخراج المدنيين نجحت القوات الأمنية بهذا التكتيك بتحيير الأحياء الثلاثة ولم يبقى إلا حي الشفاء نتوقع يعني في منتصف الأسبوع القادم سيكون هناك بيان نهائي بإعلان النصر في مدينة المصر طيب موضوع المدنيين يعني موضوع يطرح دائما عند هذه المعارك خاصة الآن بما أن المنطقة أصبحت ربما محاصرة بشكل كبير ونعلم بأن داعش يقوم بممارسة إرهابية كبيرة بحق المدنيين كدروع بشري وما إلى ذلك هل من خطة وضعت الآن لحماية من تبقى منهم بيد داعش نعم نعم أكيد هناك خطط مهمة جدا استخدمت وأهمها ما سرب داعش وبعض وكالات الأنباء أن القوات العراقية والتعالف استخدم القنابل الفسفورية في المعارك وهذا الأمر ليس صحيح على الإطلاق ما استخدمها هي قنابل دخانية بيضاء تحاول أن تخلق ستار حتى تستطيع القوات الأمنية منعا من القناصين أن تصل إلى المدنيين الموجودين من نساء وأطفال وأخلاءهم وأخلاق حتى جثث على اعتبار أن هناك جثث موجودة في الشوارع للنساء والأطفال والرجال قام تنظيم داعش بي قتلهم القوات العراقية الآن تستخدمها تكتيك مهم جدا وهذه السواتر الدخانية تقوم بفعل جيد تؤمن الحماية للقوات الأمنية في عملية الوصول وأخلاء المدنية شكرا لك دكتور رافق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبدالأقمص صناعية مباشرة من بغداد ترجمة نانسي قنقر